على مسألة غياب شخصية يمثلها الحراك. لماذا لم يقدم الحراك على تقديم أي شخصية تمثله سيد العروسي؟ وهذه الانتقادات لم نستمع إليها للمرة الأولى. أليس الحراك هو من أعطى الفرصة للسلطة على طبق من فضة لأن تقدم على اختيار هذه الشخصيات الخمسة التي لا تمثل الحراك؟ في الدستور الجزائري هناك بند سبعة وثمانية السلطة للشعب. السلطة للشعب معنا ذلك أن الحراك كان يتقدم وتقدم مجموعة طلبات وهذه الطلبات لم تأخذ بعين الاعتبار. وبعد ذلك عندما بدأ يتوسع الحراك وطبعا وصل في أحد المظاهرات إلى 22 مليون وهو يتواصل رقمه مده 22 42 أسبوع. يعني أنا أحيي على كل حال 42 أسبوع وهو في نفس الطلب يعني لا للانتخابات لا للبقات الثلاثة إسقاط الحكومة وبعد ذلك هذه طلبات ثم بعد ذلك يحاول أن يحكي مع السلطة. لكن هذه الطلبات رفضت وسجن مجموعة من الشباب الذين كانوا يحركون في مقدمة هذا الحراك. على كل حال الآن فيه انتخابات وهذه الانتخابات أنا أعتقد أنها تحسم اليوم. أعتقد أن رئيس الجمهورية أو الرئيس المنتظر سيحسم اليوم. لأنه لا أعتقد أنها ستسلط وهذا السؤال بالتالي الآن هل تبقى لديكم أي خيارات في وحضرتك وإن كنت ليس جزءا من الحراك سيد العروسي. ولكن نعلم أنك تمثل وجهة نظر هذا الحراك. هل تبقى للحراك أي دور بعد إجراء هذه الانتخابات؟ ألا تنتفي الآن ينتفي دور هذا الحراك بمجرد وصول هذه الانتخابات والوصول إلى انتخاب رئيس للجزائر في المرحلة المقبلة؟ أنا أعتقد أن الحراك سيتواصل ولنفرض أنه سيعلن يتم إعلان اسم الفائز بين قوسين غدا. فعليه فعلى هذا الفائز أن يعرف بأن هناك الحراك موجود وعليه أن لا يتصرف طبق ما يملأ عليه لأن هذا هو الخوف الكبير هناك فيه بعض المكتسبات ويخاف الحراك ويخاف في الحقيقة أهم الملاحظين والمتبعين للشأن الجزائري أنه عندما يتم بين قوسين انتخاب رئيس ممكن هذا الرئيس يعيد مجموعة كانت في السلطة أو في دوالب السلطة كما رأينا في بعض الدول العربية وعلى رأسها تونس مثلا مع القايد سبسي كانت ثورة مهمة جدا في تونس مشت بطريقة رائعة اجتماعية رائعة ولكن عندما جاء القايد السبسي رحمه الله جاء بكل النظام القادم لنسأل سيد زهير وانتقل إليه إذا ما سمحت لسيد العروسي الآن لنسأل سيد